ولكن نكون واقعيين في بعض الأحيان قد يضطر الطرفين أو اللي هو المسؤول عن الزواج أنه يتداين حلو تمام فهذا شيء واقع صراحة أهلاً وسهلاً فيكم في فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم نحن نتحدث عن التخطيط للزواج مالياً بدون التعرض للضغوطات المالية مع الدكتور لؤي الحوامدي وهو أستاذ في التكنولوجيا المالية أهلاً وسهلاً دكتور صباح أهلاً وسهلاً فيكم صباح الخير جميعاً وشكراً للاستطافة الله يخليك يعني دكتور لما نتحدث عن التخطيط للزواج وكيف اليوم ممكن أنه يصير فيه إدارة فعلياً لميزانية تقدر تخلي الزوجين في مكان مناسب في بداية حياتهم ماذا نعني؟ طبعاً أولاً يعني هو الزواج في طبيعة الحال الهدف منه الاستقرار والسعادة الأسرية فلابد من أنه يكون فيه تخطيط مسبق طبعاً زي ما حضراتكم تعرفوا أنه الزواج مش شيء طارئ بيجي فجأة يعني فممكن جداً أنه نبدأ بالتخطيط لهذا الموضوع عن طريق طبعاً الإدخار المسبق الزواج اليوم صراحةً تبعيته تكلفة كبيرة وهذا الشيء اللي بيحاجي منه صراحة لبدء في التخطيط عملية تخطيط عملية اقتصادية بحدي جداً مثلها مثل أي اقتصاد آخر تبدأ بإلا هو مقارنة النفقات بإلا هو الإيرادات تمام أنا عندي اليوم إيراد معين وعارفه ودخلي وطبعاً ما يتعلق بأنك مقبل على مرحلة جديدة في حياتك بتكون أسرة بتكون يعني عائلة فلابد أن يكون الموضوع مبني على الصراحة بعرض الأمور المالية عند الشركين في بداية الأمر طيب دكتور مالياً حضرتك مختص مالي قديش لازم يكون مع الشخص أو العريس أو المسؤول عن الصرف المبلغ نسبة من مصاريف الزواج نفسه قديش لازم يكون في معاه وفرة توفير إذا هو قادر أنه يوفر وقديش بيكون خطر لما يكون هو مثلاً معاه 50% من متطلبات الزواج رح يطر أنه يقترض أو يتدين 50% يعني بلغة الأرقام فيه هيك مثلاً خطة أو معادلة ممكن تعطينا إياها يعني بلغة بسيطة جداً أنه طبعاً حضرتك كل ما كان المبلغ كامل موجوده طبعاً أكيد أريح تمام ولكن نكون واقعيين في بعض الأحيان قد يضطر الطرفين أو اللي هو المسؤول عن الزواج أنه يتدين حلو تمام فهذا شيء واقع صراحة أنا دائماً بوجهة نظري أنه ما نروح للدين بأكتر من ثلاث أضعاف دخلنا ثلاث أضعاف الدخل يعني بأقل تقدير ولو أنه صعب الموضوع صعب أنه يعني ثلاث أضعاف الدخل ولكن نشتغل على هذا الأساس طبعاً بمقارنة لهو نفقات الزواج كل أحد يعرفين كم حتكلف نفقات الزواج وكذا ممكن يتأجل لحد يكون معي المبلغ كاش أنا عجبني بتارفي غادة أعفوا مبارح الفيسبوك شفت واحد من الشباب كاتب أنا يا جماعة أرسي بشهر 12 ومعاي بوجهة 3000 دينار وين في قاعات مناسبة في هذا المبلغ عجبني الطرح أنه أنا معاي 3000 دينار بدي أتزوج فيهم وأنا هذا مستواي وأنا خلاص هذا البدية ما عم بحاولي تطلع على إشيء أكتر من هيك ففكرة أنه يعني كنا منحكي في مثل أنه على قد الحافق مد الجبك فكرة أنه أنا معاي أنا حاط راصد مبلغ 3000 دينار للصالة في صالة بألف وفي صالة ب30 ألف في تكلفة ممكن كلفك ألف وممكن إشيء كلفك خمسين ألف انت حر بس أنه فكرة أنه أنا بدي أعمل إشيء على قد البدجت تبعي قديش مهمة هو أستاذ هيتم يعني شكراً للطرح الرائع هذا حكينا قبل شوي أنه الصراحة يعني بتعرف في شغلة يمكن يعني جانبية شوي ألا لما تدخل أنت في علاقة أو بداية علاقة جديدة فبكون شوي الخجل عنا أنه إن صارح الشريك أو الشخص الآخر بطبيعة الحال هلأ مهمة جداً أنه أنا أعرف السقف اللي بقدر أتصرف به اللي أناور فيه تمام أنا عندي 3000 زي ما حكينا عن المثال اللي قبل شوي بظلني به الرينج تمام يعني المرونة مطلوبة نعم ولكن ضمن نسبة معينة يعني مش معقول أنا عندي 3000 ولكن آه مرونتي توصلني لتسع ألاف ثلاثة أضعار ثلاثة أربعة يعني به الرينج هذا تمام فكتير مهم إنه إحنا نقدر نتصرف على قد المبلغ اللي مرسود نعم ولكن أكيد فيه ضغط مجتمعي يعني دكتور إحنا شألة ما بينا فيه ضغط مجتمعي اليوم كيف ممكن نحضب هذا الضغط المجتمعي لما نحسب حزبتنا آه تمام هو يعني حقيقة الضغط المجتمعي كثير يعني خلنا نحكي بسبب أو خلنا نحكي هو بلعب دور كبير بإيجاد المشاكل اللي نابعه تمام نعم الضغط المجتمعي إحنا ما منقدر ننسلخ عن المجتمع صراحة هو العادات في عادات معينة بتجبرنا ولكن بقد ما إحنا منقدر نكون عندنا مرونة تقبل للتغيرات اللي بتصير هلأ سلوك الإنفاق عندنا مهم جدا كثير أنا اليوم ممكن أرضي المجتمع بس على حساب مشاكل المالية والعكس صحيح ممكن أنه أحل مشاكل المالية وأخف شوي من اللي هو الضغط اللي بيولده علي المجتمع طبعا عن طريق اللي هو زي ما تعرفوا أنه الصالات الأفراح المناسبات الأشياء اللي ممكن نشوفها مش ضرورية صح ولكن هي إرضاء للمجتمع أو مبالغ فيها بالضبط فهي عن طريق تحديد الأولويات تحديد الأولويات بالضبط إيش هو المهم في عملية اللي هو حفلة الزفاف أو الزواج ونبدأ ننفق على الأهم فالأهم فالأهم دكتور طبعا يعني حفلة الزفافية مش بس العرص يعني فيه نحن عندنا منزل فيه فرش فيه عفش فيه مصاريف أخرى فيه بعد شوي ممكن يكون مصاريف شهر عسل أو رحلة إذا حابين يسافروا بعد أو حتى الإقامة بفندق فيه كثير مصاريف أخرى مش بس حفلة الزفاف أخرها يعني نفسها يعني لحالها فيه قبل وفيه بعد فيه كثير أشياء هاي الأشياء مش لازم تنحط في البدجت كمان؟ طبعا هي حفلة الزفاف في الانترفيس هي الواجهة الأمامية فقط يعني بداية الموضوع بداية المعركة بالضبط بداية المعركة فهو ما قدأ يعني اللي جاي أكبر فحقيقة عن طريق الله هو تقديم كشف كامل ميزانية إعداد ميزانية شاملة هلا هذه الميزانية بتعتمد على فقرات معينة أنا بدي الحفلة الحفلة بدي أصرف عليها مثلاً 10% من البجت اللي موجود معي بعدين في عندي بيت إيجار أثاث الشهر العسل اللي بيتبع الإشياء اليوم عندنا في أيضاً موضوع المهر موضوع الملابس موضوع شبكة صحف مليون شغلة صح ففعلياً أنا ممكن أحط الميزانية على ورقة ما نكون مسموعة الميزانية مكتوبة صح تمام بحيث أنه أنا بقدر أعمل تأجيل لفقرة معينة من هذه الميزانية أو أجل العرس ممكن أشهر أجل العرس كامل أجل الفكرة نفسها أو أجل شهر العسل يعني ممكن تروح شهر العسل بعد 6 شهور 7 شهور لا تروح بالسيزن عندك معظم الناس تزوجوا في الصيف مثلاً وتكون الأسعار حتى السفر غالي وكذا روح عمي بالشتوية مثلاً خذ لك إجازة سبوع زمان وروح شهر عسل بربع المبلغ يعني كلنا الصبح منحكي دكتور أنه وقت الكورونا كان يعني شئنا أم أبينا ما في غير عدد معين من الناس وكانوا الناس تحط لينك على السوشال ميديا تبعثوا للأهل الموجودين برا فكان جميل جداً يعني هذا الموضوع هلا أكيد الواحد بحب يكون حواليه أصدقائه وأحبائه ولكن هذا كمان عبء كتير كبير عدد المعزيم إحنا العرس الصغير عندنا بكون فيه 300-400 شخص يعني فعبء كتير كبير فقط لإذا بس حكينا بهذا الجانب يعني ستي حقيقة أتفق معك يعني إحنا عم نصرف مبالغ كبير عالية أو كثير عالية عفواً على عدد المعزيم علش يعني مع احترامي إحنا الكل بنحب أنه يكون صحابنا وأحبابنا جانبنا وحوالينا بس برضو ضمن إمكانياتك يعني أنا بعرف أنه بيأتي بسألك مثلاً بالفندق أو بالصالة أو أيضاً أنه كم عدد المعزيم فأنت رفلي بتعطيه مثلاً 500 طب بالمنطق بيحكي هل إنك حسبتم ممكن يكونوا 200 أنت بتدفع قاعد مبالغ إضافية لا شغلة أنه على قولتنا أنه بيض الوجه طيب ماشي ممكن تبيض وجهك بشغلة مرتبة وتكلفة أقل وما يكون عبئ عليك في بعض الناس يعني بقعدوا عشر سنين أو خمس سنين يسدوا تكاليف زواج نعم يعني بالضبط طب دكتور هل أنت مع أخذ قرد للزواج أو لا يعني حضرتك خبير مالي هل يعتبر الزواج واحد من الأسباب الجيدة أن واحد يأخذ قرد عشانها الزواج هو إذا بدي أطلعه من خليني أحكي من الإطار الاجتماعي هو مشروع مشروع مستقبلي ما في أي مشروع مستقبلي تقدر تستثمر فيه بقرد أبداً أنا ضد فكرة قرد بس بواقع الحال خليني نكون منطقيين في بعض الأحيان تضطر أنا مع أنه تصرف على كريدت كارد بدل إذا كانت بتوفره بدل القرد لماذا؟ لأن الكريدت كارد شيء أنت ماسكوا بيدك تعرفه سقفه تمام؟ محدد بسقف وعفكرة قد تسعى إلى تسديد الكريدت كارد أكثر بالقرد ممكن القرد تأجله بس الكريدت كارد لأنها فويتها شوي أعلى فتحاول أنك أو بالفترة القصيرة بتسديدها ضد فكرة القرد ولكن إذا نعم كل التوفيق أكيد لكل المقدمين على الزواج وشكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور عافو تشرف فيكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا